مرحبا شباب بهذا الفيديو حنتكلم عن حل مشكلة الموثيك واللي هي الأصوات أو الضربات اللي تصير بالشفايف أو بحركة الشفايف أثناء الكلام أو الغنى أو ما شابه عن تجربة لاحظت أنه أحسن برنامج لحل هذه المشاكل لمثل هذه يعني هو استخدام الآيزوتوب الـ RX خصوصا النسخة الأخيرة منه الآن إحنا عدنا بهذا البروجيكت أنا أضفت ملف صوتي وهو عبارة عن تسجيل لأحد الفيديوهات أو الشروحات اللي كنت سويتها رفعاتها على يوتيوب لو نشغل أول مقطع من الصوت هنلاحظ أنه في مشكلة بموضوع الشفايف هذي اللي هي أصوات حركة الشفايف خلي نشغل ونسمع مرحبا شباب مثل ما وعدكم أنه حسوي فيديو على موضوع اليوتيوب وكيف إحنا نرفع على اليوتيوب ونأخذ أفضل كواليتي ممكن من اليوتيوب وأيضا علشان نخلي العمل تبعنا العمل الموسيقي تحديدا مقاوم لمتغيرات الزمن وممكن بعض طيب نلاحظوا أنه في مشكلة يعني هذه الكليكس اللي جاية من حركة الشفايف واللسان حتى نحلها نستخدم أداة الماث دي كليك طيب ممكن نحن نستخدم أي يعني نشوفه علشان يكون موضوع سهل وسريع وهي الأداة بسيطة أصلا ممكن نستخدم الترانسبيرنت ريموفل وهذا وظيفته أنه هو هيحاول يحلل المشكلة أو الكليكس هذي بدون ما يأثر بشكل سلبي على جودة الصوت نفسه طيب خلي الآن احنا اختارينا مثلا هذا البريسيت خلينا نسوي بريفيو ونشوف شلون طلع حاليا الصوت مرحبا شباب مثل ما وعدكم أنه حسوي فيديو على موضوع اليوتيوب وكيف نحن نرفع على اليوتيوب ونأخذ أفضل كواليتي ممكن من اليوتيوب طيب اللاحظة الآن أصبح أفضل بشكل ملحوظ خلينا نشغل نرجع نشغل بدون التعديل هذا مرحبا شباب مثل ما وعدكم أنه حسوي فيديو على موضوع اليوتيوب وكيف نحن نرفع على اليوتيوب ونأخذ أفضل كواليتي ممكن من اليوتيوب دعي حظني موجودة طيب خلينا نرجع نشغل مرة ثانية بعد التعديل مرحبا شباب مثل ما وعدكم أنه حسوي فيديو على موضوع اليوتيوب وكيف نحن نرفع على اليوتيوب ونأخذ أفضل كواليتي ممكن من اليوتيوب وأيضا علشان نخلي العظيم لاحظوا أن التعديل تم بشكل إيجابي جدا طيب تعال نسمع شنو هي الأصوات اللي الأداة هذه شالتها هنضغط على Output Clicks Only يعني حيسمعنا فقط أصوات الكلك اللي قاعد تحصل بدون باقي الصوت نضغط بـ Review ونشوف فنلاحظ هذه هي الأصوات اللي قاعد يشيلها وهنا بيعطينا كم عدد الـ Clicks اللي تم معالجتها طيب إحنا الآن لو عجبتنا النتيجة مثلا الآن ضبطنا العدادات ونتيجة خلاص حصلنا على النتيجة المطلوبة نضغط على Process علشان يتم تنفيذ المعالجة هذه على الملف الصوتي تبعنا طبعا هذه الطريقة تعتبر يعني ممتازة جدا أحسن من أنك تعدل أو يعني تعمل كات أو قص للملف الصوتي نفسه بالأماكن اللي فيها خصوصا إذا كان الأصوات هذه جاية مع الكلام يعني مو نويز مو نويز بما كان يعني ما فيه كلام وما فيه غنى طبعا بعد ما ينتهي من تعديل الملف أو من تنفيذ المعالجة بنضغط Save وخلاص بنطلع الملف Export بنفس الـ Quality اللي جانا أو وصلنا اللي هو غالبا هيكون Wave مثلا وممكن بعدين ترجع الملف الدخلة على Digital Audio Workstation اللي تشتغل عليها وتكمل عمليات الميكسينج تبعك طبعا ممكن أيضا تستخدم البلوغينات هذه اللي هي موجودة تبع الـ Rx تستخدمها بشكل فردي داخل Digital Audio تبعك الـ Workstation يعني حيكون عندك فيه طالع قائمة البلوغينز هذه تأخذ البلوغين هذا وتحطه على التراك وحيشتغل عندك مثل أي بلوغين عادي لكن طبعا ميزة تستخدم الـ Rx نفسها فيه مميزات مثل أنه انت شايف الـ Wave Forum ممكن تعدل أشياء على Spectrum ويعني حاجات زي هذه تحتوى شوية متقدمة هذا كل شيء بخصوص حل المشكلة هذه وحاول تستخدمها حتفيدك بشكل كبير على تحسين كواليتي الصوت تبعك بالنسبة للغناء أو التسجيلات لأي شيء محادثة أو مقابلة أو شيء زي هذه شكرا لكم وتحياتي مصطفى البازي ترجمة نانسي قنقر